اشتركوا في القناة ده اكل ده هو اللي حلوة اللي حادق ده عاطف ايه ده ياله حادق بس يا نهجة اللهه اكبر الله اللهه اكبر ايه الحيوانات دي؟ حيوانات ايه دي فراغة فرخة دي فراغ كبير ايه يا عاطف اه طب استنى بس اقولك على حاجة يا جرح اسمعني؟ مش لا انت مدوق حاجة اتعلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عاطف ايا انا استاذا السور دي ما ترحش لأي جرنال او مجلة تانية عوزوا بالله ونقدر دنت الاستاذة هاي صور حضرتك؟ لا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة لاينارة ستاتف الله يخد ليك شكرا أستيس امركا عنا معادنا مكرا واما أشف شكرا ستاتف شكرا ستاتف انا نفست الكلام اللي حضرتك قلت عليه بالزبط الصور اللي عندك دي مش محد تاني انت ازاي دخلت بالتعابين انا؟ تعابين؟ وانا هعمل كده ليه؟ ده انا بخاف من السحلية يبقى القراجوز اللي كان معك وبتقول عليه المساعد بتاعك ده وقت غلبان وعايز ياكو العيش عاطف انت اللي عملت العاملة دي هو حضرتك شفتيني؟ لا طب عرفتي منين؟ علشان انت الوحيد اللي في الفرح اللي ولا كان خايف ولا مهتم وعمل تصور طب حضرتك كمان ما كنتيش خايفة عشان عرفت ان في حد عاوزي بوز الفرح واكيد التعابينتي سننها مكسورة ولا يمكن تأذي حد هم كان تعبان؟ اتنين عملتها اللي حساب مين وبكامل انت عارف انت العدت مع مين؟ عارف الرجالة دون والحالة اللي هم كانوا فيها حد شفت الستات واللي جرالهم؟ عندك فكر عن كمية الألماظات اللي ضاعت وان الستات اتعرت ايه فكر الموضوع هيعدي كده وخلاص انت كده لعبت في عداد عمرك واستعجلت أجلك طب وهم هيعرفوني منين؟ ولو عارفوني هيثبتوها علي ازاي؟ انتهى بليلا، ابو العروسة راسد مكافأة خمسين ألف جنيه يعني المساعد بتاعك انت هو أول واحد هيبلغ عنك لما يعرف انا واصق في المساعد بتاعي هو جاب التعبين من ابو رواش؟ تقريبا يا استاذة يبقى اللي بقى له التعبين هو اللي حيرشد عليه راجب الفرخ ملوش لا اسم ولا عنوان المساعد بتاعك اسمه الفرخ؟ ايوه هو مش المساعد بتاعي، هو صاحبي وحبيبي بس زي ما قلت لحضرتك ملوش عنوان لكن له شكل واللي بقى له التعبين يعرف يوصفه ويجيبه البوليس ويجيب رسامه ويرسامه هي وصلت البوليس؟ والنيابة وامن الدولة بس كل ده مش مهم المرعب ابو العروسة ده راجل مفتري وبيصفي حساباته بنفسه وده لا يعرف قانون ولا عنده رحمة انتي بتخاوفيني كده ليه؟ لازم تخاف ايه هو انت قسرتك باية؟ لا حصل حصل يجرى اللي يجرى بقى انت عملتها الحساب مين؟ ايه خايف منه ولا خايف عليه؟ لا خايف منه ولا خايف عليه هي عملية عملت وانتهت تبقى اهبل لو فاكر ان امرها انتهى عملتها الحساب مين؟ قول عشان اعرف انت في امان ولا في خاطر مين صاحب العربية يا عاطف؟ طارق شعبان ايه لعيب الكورة؟ ايه يا حظك الزفت انت عامل زي مصمار من غير راس ممسوك بكماشة طارق هباب اللي بتقول عليه ده على حسب علمي راجل واطي واكبر دليل انه ورتك الورطة السودة دي يعني هو كده ممكن يبعني؟ يبيعك ويبيع اهلك كمان طيب ما هو لو باعني يبقى كده هو برضو باع نفسه؟ بكرا نشوف بس انا كان عندي احساس انك وزخ لو حضرتك شايفة كده يبقى بلاش مني انا في شغلي بحتاج ناس وزخة برضو الصور دي تسوأ كتير العربية اللي جابهالك غالية؟ هي عربية كاحيانة وتعبانة كتعربيتو عشان عبيت ودهلك ازاي؟ بيعوش انا؟ ليه هي الحدية بتحدف كتاكيت؟ مش قلتلك النواطي؟ اصحاب الصور دي هيعملوا اي حاجة عشان يمنعوا نشرها وحضرتك هتنشريها عشان التوزيع يزيد التوزيع ايه يا هبل؟ ليه؟ حبيع كام نسخة؟ ألف ألفين؟ تمانهم كام؟ احنا هننشر عينات والعينة هي اللي هتجيب الزبون انا عاوزك تعملي ثلاث نسخ من الصورة دي تمشيها الوحدي الوسخ يا استاذ اخرس تعرف ان انا واحدة من ضحية الفرح؟ ايه ده؟ ضع من حضرتك حاجة؟ لا انا بتكلم على الاصابات على فكرة هي مش باينة وبعدين دي بسيطة انا عارفة ان دي بسيطة بس اللي تحت الهدوم مش بسيطة موسيقى هو ممكن هو ايه ده اللي ممكن؟ اللي في دماغك بس بشروتي والوقت اللي نختاره موسيقى موسيقى لا تانية النقطة التحت اكتبيها بقى بص اللي البعدي حط نقطة تالتة تبقى ثاء بخرج لسانية فيه ايوة هي دي شاطر اكتبيها بقى ايه ده كله ايه ده كله ايه مبسوطة؟ لو دي تكملي ولا زهيئتي؟ هو ان وراقي؟ هتكون وراكي غسيل؟ هيا المدارسة بتاعتك هتفرض في حقها؟ موسيقى السلام عليكم وعليكم سلام الغسالة وصلتها انزل لي بالعلم تحتوطة يا بنتي لايه مبسوطة؟ ايه ده؟ الغسالة وصلت؟ ايه ده نشتري يا غسالة؟ اوه انا حب اغسل غسيل كل البنات الغسالة تغسل وانتو تنشروا وحق بمسحوق علينا كلنا ايه دقي والأ دفع المشريب عندي عتفدني مقدوب ههي اهلم بالعطوفة اوه إتش چي بحاجة ولا مش عايز؟ مش عايز ما لك اوشك مقلوب لي يا صاحبي؟ الفرح ده شكله مش هيعدي على خير احنا في خطر يا رجب والله انا قلتلك كده من الاول انت اللي ركبت دماغك وطلعت على الرابعة بيدوره على الفعل ما يدوره الله الفعل مجهور ابو العروس عامل مكافأة خمسين الف جنيه للي رشدهم مين اللي عمل العاملة دي يا ديني النبي خمسين الف جنيه مناش دعوة يا عم الله يا رب بعتوا ناس ابو رواش عشان يسألوا صادين التعبير من اللي اشترى منهم الشهر اللي فات يا عم ربنا هيعطرهم في اللي هما بيدوروا عليه يا عم يا رجب الموضوع مش زي ما انت فاهم لا انا فاهم ولو ما كنتش فاهم ما كنتش هبقاعد قدامك حاطت رجلي على رجلي ومتطمن وبطفس جارتي كده كده طب طمني بقى عشان هقاعد جنبك على خزوق من قلق اخد عندك يا سيدي انا لا رحت ابو رواش ولا اعرف ابو رواش دي بتطراحل ازاي اصلا ولا اشتريت منها حتى جوز حمام مش جوز تعبين ها؟ طب والتعبين كانت من ايه؟ من سوق الجمعة اللي في الامام الشافعي فيه هناك تمسيح حلو اوي لو عايز على فاكرة وقولك على حاجة كمان انا بعت عايل عطرة من سبيان وما ليس سبيان موجودين ليه عم عطف الله ها طب بص ايه عز بيك على عشوة حلوة لا يا عم عفيني لنا النهارده ربنا يخليك اصلا الجماعة بتاع انا عمل اللي انا جاوا ورومانسي كده ومحذر اللي انا عشوة حلوة كده وبتاع ربنا بقى يكرمك وتستكر زاي أصطني بعيد عنك بقيت أعوه أعوه الله يحزك يا شيخ أصب لي الكوباية ما ينفعش ما أقدرش دا حتى الأكل دا كلنا ممنوع عنو نقام ما كنت في المستشفى الله نعدى معك بس كده عشان أفتح نفسك نكون باية بيرة واحدة مش هتعمل حاجة يا ولا بطل زن أدوخ اسمعي مني جيني الأدوخ تبا أنا هحكي لك حكاية قال بيرة أنا مرة المنشاوي بيه جوز يلا يرحم يلا يرحم كان طالع أسكندريا في مشوار شغل وأصروا أن يخدني معي بس أنا ما طالبتش منه حاكمان عمري ما كنت أطلب منه حاجة أبداً ولو حتى هموت عليها آه يا راجب دي كانت أيام حل وحلاوة والأيام الحلوة دي أنا لسه عايشة فيها لحد دلوقتي المنشاوي حجزلينا في الأقندا الكبيرة اللي على البحر والقوضة بتاعتنا على البحر الأخرى أفتح الشباك الهوى إيه بتاع البحر ما قولكش يطير الستاير والملايات والهدوم وكله كله بلك انت في ليلا من الليالي ما تفهمش تلع في دماغه ليه عشيني في مطعم الأقندا ويا ريت وما نزلني إيه اللي حصل وما حصل صبيلي كاسبيرة زيك كده زيك بالضبط فضل يقولي شربي شربي وقبل حتى منطة وأقول عايزة اللي مش عايزة شريبت وما قولكش بقى السقف بعيد بعيد والأرض ما فيش أرض حتى المنشاوي بيه شفتله راسة العجم هاسو انت شفتها حاجة دي كانت ليلة ليلة وشالوني مرابعة شلها بيلا كده طب ما انت عشتي أيام حلوة هوا رايزة أمال ولسه عايشة برضه في الأيام الحلوة دي بس ناقسني حاجات كشير قوي يا رجب إيه اللي نقصك يا ست الستات؟ ما تعودتش يا أخوي أطلب حاجة من حد حتى لو كنت هموت عليها يا ست اطلوبي اطلوبي وشوفي هنفز ولا لا؟ وين ما نفزتش؟ تلاتة بالله العظيمة بقى راجب المقطف وابقى راجل طاري زي ورقة الخاص انت مأثر في واجباتك الزوجية ريسة ما احنا تكلمنا قبل كده في الموضوع ده وانت قلت انك يعني مش حابة الموضوع دوت يعني كم 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 انت حكتيني كتكنيلة ولا ترخي طب وانا قلت حاجة ده حكى ريسة ايه من داول؟ انت كل حاجة بتفكر في الكلام الفاضي ده مش دي الواجبات الزوجية خالص طب اموري قشاري كده بيدك تفستحي تفرجني دنيا ربنا هي دي مش برضو واجبات زوجية دي دي اهم حاجة في الواجبات الزوجية يا ريسة دي اساس كل الواجبات الزوجية الله عارف يا راجب يا فرخ انا بقالي عمري بحاله بشوف الدنيا في التلفزيون لكن حاسة ان اكيد الدنيا بتاعت ربنا حاجة تانية طب بص يا ريسة مفيش كلام هيتقال بعد اللي انا هقوله راجب الفرخ لو معرفش يوركي دنيا ربنا على حق يبقى راجب المقطف موسيقى 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 على أخواتك موسيقى موسيقى فضالة يا ستين الستين موسيقى لهم صل على النبي موسيقى موسيقى خبرك يوالي يا رجب محبينة مخليك لي قدّك المتي ولا لأ قدها ونص وثلاثة أربع كمان وده مسهلت علي الموضوع كده لو ما تتكسفش مني يعني تعرف تخرجني بالنهار؟ يا ستة أصيلة اللي يعمل ده بالليل يعمله بالنهار الله طب أموريني عايزة تشوفي إيه أوديك الأهرامات أفرجك على أبو الهول أوقيلك هامبورجر اللي ليه أنت عايزاه أقولك على حاجة لو بتحب الكرة أوديكي الأستاذ من بكرة وأعادك في المأسورة الرئيسية كمان يجدتك إيه يا راجف؟ لمش للدرجة دي ما ليش في الكرة ووجع القلب ده أنا بس عاوزاك توديني مشوار مهم بس يكون في عز النهار إيه؟ عايزة تروح إسكندرية؟ عايزة تشوف البحر يا جميل بس يا ودي تلمن، لا مش إسكندرية بالزبط قبل إسكندرية بشوية تعرف حكتة اسمها واجي النترون؟ ها؟ أنا أسمع عنها بس أنا عمري ما روحت هناك الصراحة عما نروح المخزن إن شاء الله هرسيك على كل حاجة بس المهم نكون هناك قبل العصاري من عندي قبل عندي يا رئيس أنت تؤموري يلا هاستطلع على القواعد السابتة ودي حاجة تقلق على مهم يا فندم يعني المهلة مش بعيدة هو قالك ممكن يدفع بعدد ديه؟ لا، إسبوعين تلاتة بكتير إلا إذا كان سيادتك بقى تعرف حاجة عن الراجل دوت تسبب القلق ده كله؟ وميم قالك إن الراجل اللي أنت عابلته هو بشير عز النهار؟ أو إن في شخص من الأصل اسمه بشير عز النهار؟ عشان كده النوع ده من التجارة سلم واستلم أو استلم قبل ما تسلم؟ ده سيادتك مش متطمن خالص لأن دي أول مرة يتم فيها الخروج على قواعد السابت؟ والله يا فندم أنا في المهمة دي بالذات كنت مجرد ساعة بريد أروح أستلم الفلوس وأرجع بيها إلا إذا كان سيادتك بقى كنت عايزنا السنة هناك طول فترة للانتظار لحد ده ما أرجع بيها؟ لا لا أنت تصرفت كويس قوي مش بعيدك ما صفوك بأي طريقة وقالوا إنهم سلموك الفلوس وبعد ما استلمتها اختفيت ومعرفوش عنك حاجة قلت درغادي؟ طب حضرتك ناوي تعمل إيه بالظبط؟ ما فيش حاجة قدامي غير إني أقبل بالوضع الروحي صباح الخير صباح الزفت والأطران على دماغك ودماغ اللي جابوك إيه القلب السودية يا أستاذة؟ هتعمل لي فيها عبيط ولا مغفل؟ إحنا مش فيه اتفاق بيننا إن أي شغل يجي لنا الأول؟ أيوة فيه اتفاق والإتفاق ماشي وحيات أمك؟ لأ، لسانك تطوريب مزاك على غيري بس لازم تعرفي إنها ليه أول ولايه آخر يعني أي حرف يمس الكرامة يبقى يفتح الله إنت ديت صور لجرنال السهم؟ ما حصلش افتح الجرنال عشان تعرف إنه حصل أكيد مصور تاني غيري آي يا كذاب ده شغلك، وإنت اللي كاتب الموضوع اللي منشور معاه طيب إهدي، قصدي على حكاية صورة؟ قصدي على حكاية زفت أهي، الزفاف المرعب أيوة، موضوعاً لكذاب مش عايزاني أخلف الترفاق بصورة بعلمي وموافعتي طيب أعودي عشان نعرف نتكلم متحت الدين يا هو مريالا؟ يا أستاذة، أنا عايز حضرتك تهدي عشان نعرف أشرح لك بصي على الصورة، تعمليها كويس طورة واقعة على الأرض حواليها أربع جرسونات على أثنين نسوهم ما لهمش لازمة على الراجل منوش هواية يعني صورة ملهاش لازمة أساساً بس الصور اللي فيها الناس التقيل عندك بزمتك لو صورة زي دي ترمت على مكتبك هتنشوريها؟ لا، طبعاً يبقى لازمتها بقى إزعبوبة اللي حضرتك عملتيها دي لازمتها إن مستقبلك معي أنا مش في حتة تانية مال بيقولوا علي الأستاذة ليه؟ عشان علمت ناس كانوا زيك وأقل منك ودلوقتي بقوا كبار كبار قوي أنا سمعت الكرامدون من حضرتك قبل كده ما علينا نشتغل الشركة العالمية للتجارة تاخد الظرف ده باللي فيه وتوصله للأم السري وشخصي المهندس فؤاد لبيب رئيس مجلس الإدارة بقيت بوستاجي؟ شريك شريك في إيه بالزبط؟ في المكسب والخسارة والطمن لا يمكن يبقى فيه خسارة طب هتدخنيه كم في الماء؟ تلاتين سبعين مين تلاتين ومين سبعين؟ طب تستعبط؟ أنا هاخد أربعين ما تنساش إن أنا اللي في الصورة وأنا اللي شايل المسئولية كلها أربعين وستين هلو؟ يا خوفي منك يا بدران وفقة العربة شريك في الماء شريك في الماء شريك في الماء شريك في الماء أرفعين؟ هيا الكراوانا خرجت ولا ايه؟ هتخرج الزامن غير ما تاخدك في ايه ده؟ أمال هي فيه؟ نايمة نايمة، ده احنا قبل المغرب بشوية هتكون تعبانة يا وله يا سريم تساوي زي الفل هي فيه؟ المادام نايمة في الحمام حمام؟ لا تتلبس بترغي مع مين يا مسايا؟ دي مبسوطة يا كراوانا تعاني يا مبسوطة عوزاكي تعالي يا مبسوطة ما تتكس فيش أنا لابسة مش عريان خير يا مادام في ايه؟ بفيش حاجة يا بيت داتين جايلي من بلاد النوب وصفة كانت بتعملها ومثيلة مشهورة امريكانية اسمها جريتا جاربو تعرفيها؟ جاربو؟ لا ما عرفهاش ولا أنا والله بس هعمل ايه؟ هم قالوا لي بقى كده؟ لو تسمعي كلامي ولا تشغالي بالك بالموضوع ده جي ستهم وكالسوكة بتغني غاية ما ربنا افتكر انت بقى ايه مبسوطة هنحنضحك على بعض أنا فين والست فين الست فيتل حستها زي ما هو لحد ما ربنا افتكره إنما أنا بقى بقى بيع للناس حاجات تانية بتروح مع الزمن وبعدين الست بتغني البناء أدمين إنما أنا بغني لشوية أوباش لا 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 مش أقل من خمسة مليون خلاص نتقابل ونتكلم مع بعض اوكي اكسلانس مع السلامة ايه نهال في ايه؟ فضل يا فن ايه ده؟ الزرف ده مقفول وجال حضرتك بصفة شخصية وسري للغاية مجلس مع ظهرة الربيع يا نهال هو أنا فاضل ظهرة الربيع على ظهرة الخريف يا فندم الشاب اللي جاي بالظرف قال ان حضرتك اللي طلبت صور الفرح اه اه صور الفرح نهال تطلع ايه ظهرة الربيع ده؟ مجلت سالونات يا فندم ايوه يعني تخصصها ايه؟ مجلة فنية واجتماعية وصيحية مجلة لذيذة يعني طيب 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 بعدين بعدين هباش في الصور دي تفضل اوكي يعني اذن حضرتك تفضل ايه المترجم للقناة مجلة زهرة الربيع من فضلك ممكن أكلم مادام نجوة كمال قولي لها فؤاد لبيب ده شرف عظيم لي يا باشا والله أنا أول ما شفت الصور دي ضغطي علي علي وحسيتني مخنوقة عشان كده أول حاجة عملتها بعتلك الصور دي على طول ده تصرف محترم من حضرتك أنا متشكر جدا يا مادام متشكر جدا أنا هعتبر ده جميل وإن شاء الله هرده لحضرتك بالشكل المناسب إيه؟ بتقولي إيه يا مادام؟ قلت الشغل ما فيهوش جمال يا باشا وحضرتك راجل أعمال وسيد من يفهم المسائل دي اللي جاب لي الصور طلب فيهم فلوس كتير ولو ما كنتش اشتريتهم أكيد كان حيبعهم لأي جورنال أو مجلة تانية والصور زي ما حضرتك شفتها كلها فضايح وقلت إيمال ديو في ساعتك اللي هم كرمت المجتمع وكبار رجال الدولة وستاتهم كويس إن حضرتك فاهم الكلام ده عشان تعرف تقدر السعر يا باشا أنا اشتريت الناجاتف عشان أمنع نشر الفضايح دي عاوزة كام؟ تلاتين ألف ألو أيوة يا باشا أربعين ألف العشرة الزيادة تمن الإهانة ما هو مفيش راجل محترم يقفل السكة في فوشة واحدة ست اللي هم كانتها وبتكلموا بكل أدب قلت إيه يا باشا؟ هو ده الكلام سلوة أحلام فعي ركبي إيه ده وأنت معك عربية؟ أما ليه يعني شحيتها؟ اركبي ما أركب فين؟ أنا مبركبش عربية حد وإذا كنت عايز المعادة اللي بيننا يتمي يبقى تيب العربية وتجي نتماشى على الرجلين يا سلوة أنا عايزة كلمة خلاص يبقى مع السلامة عشان مروح سلوة استني هقفل العربية وأجي نماشى معك ماشي؟ ماشي ماشي سكتة ليه؟ ماشي وإنت اللي سكت؟ وهيازم حد فيني يتكلم أصلا بصراحة أول مرة في حياتي أخرج مع حد ولا حتى حد من زمالك؟ لا وده من إيه؟ مش عارفة تقدر تقول إنه هو من أنواع الحذر؟ خصوصا يعني إن إحنا عايشين في المجتمع بيشوف إن فكرة الولد والبنت اللي ما يخرجوا مع بعض بيبقى عيب وما يصحش وإنها ممكن تبقى مقدمة لحاجات تانية كتير نتعرف حتى لو أنا مش ده تفكيري يعني بس بحاول على قد ما أقدر إن أنا ما أجيبش الكلام لنفسي حيث إن الموضوع كده يبقى لازم تعرف إن أنا كمان أول مرة أخرج مع واحدة فعلا؟ فعلا يعني إنت عايز تفهمني إن إنت أبدا؟ أبدا، إعتبريني خام خالص آه صحيح قبل ما أنسى إيه موضوع العربية دي؟ جبتها إزاي؟ أنا كنت فهمة منك يعني إن أحوالك على قدك آه يعني دي العربية ما هكعة وبعدين صاحبها مديهاني بالتأسيد إنت عارفة إن شغلاتنا محتاجة إنها تنقل كتير والسرعة مطلوبة لكن أنا عايز أعرف عنك يعني يعني كنت عايز أسألك يعني عايز تعرف إيه عني اللي إنت عايزين يعرفه بتقدر تقول إن ظروفنا واحدة تقريباً يعني أنا يا سيدي طالبة في كلية الأعلام وساكنة في شقة صغيرة مع طالبات زيه ومش من القاهرة أصلاً كمين أصلاً؟ إحنا أصلاً من المحلة لكن عايشين في الدخيلة أبوي عامل نسيج وأمي كذبين لتوا في نفس المصر لكن بعد كده هي تعبت وقعدت في البيت جالها مرت في صدرها من التلوث يعني بتقدر تقول إني واحدة من أهل مصر اللي شاربيل مرها ربنا إيش فيها واضح في كتاباتك فعلاً؟ أو أنت بتقرأ كتاباتي؟ طبعاً إيه طبعاً دي ومالك بتقولها بالحماس ده عشان أول مرة شهتك فيها حسيت إن إنت هتبع حاجة مهمة في حياتي لأ حيلك حيلك بقى إحنا لسه يدوبك يعني معرفة صدحية دي حتى دي أول مرة نتكلم فيها كلام عام تقوم تقولي هتبع حاجة مهمة في حياتي هم بيقولوا يعني إن طبع الأول بيدوم أهو طبعاً أنا معاك بس أنت متسرع جداً أصل في حاجات حتى لو كانت جواك سيبها شوي خليها تاخد وقتها لحد ما تتأكد من المشاعرك على الأقل خلاص يا سيدي اعتبريني اتمنيت قمناها ماشي يا سيدي اعتبرها أمني تغير إن ظروفي زي ظروفك بالزبط أنت أبوكي شغال في مصنع على سيج وأنا أبويا حلواني في مصنع برضو؟ لا في البيت إحنا المصنع بتاعنا في البيت وعندنا عربية في الشارع عمومي وأنا لحد النهاردة بقى في وراها بيع بسبوسة طب ومالك بتقولها وأنت مكسور كده أم مش مكسور ولا حاجة؟ لا مكسور بص بقى ولاد الفقراء دول طلع منهم ناس عزمة كتير ورؤسة وعلمة مش ضرق مادم ناجوة مين مادم ناجوة دي؟ ناجوة كمال رئيس التحرير مجلة زارة الربيع تعرفيهاش؟ يا ساتر يا عاطف يا ساتر أعوذوا بالله إيه مالها دي؟ انت مالك ومال الست دي بتاخد مني شغل طب بتديها شغل ليه؟ يتحرق الشغل اللي يجي من وراها دي صحافة ملوثة إيه دا؟ هو في صحافة ملوثة أو صحافة طهرة؟ آآ طبعا الصحافة الملوثة هي صحافة الإبتزاز وناجوة كمال دي الوسط كله عارف إنها ستة مبتزة دي واحدة دماغة فاضية وعيش على التشهير بالناس يعني أول ما تتعلم الصحافة تروح تتعلمها بمدرسة زي دي؟ وانتعرفتي الكلام ده كله إزاي؟ ما أصل في الوسط بتاعنا الحاجة الحلوة بس هي اللي ممكن تستخدها ومحدش عارف عنها حاجة إنما الحاجة الوحشة وزاي دكان الفسخاني ريحته هي اللي بتدلك عليها خلاص تغور هي ودكان الفسخاني بتاعها قمتك من قيمة الحتة اللي بتشتغل فيها سيبك من قيمتي وسيبك من الحتة اللي أنا بشتغل فيها انتي طلعت اكتشاف حاجة رائعة يعني إيه؟ إيه؟ هذه العربيت بها في المنسطة ايه؟ إمتعرمي اكتشف محافظة يدعم محافظة محافظة عزيزة يدعم هناك عربية؟ وإيه اللي هيخليه مش متأكد يعني؟ أنا بقى مش متأكد إن العربية دي بتاعتك عشان جلنا بلغ بسرقة العربية دي أنا الملازم محمد عبد الرحمن من كفحة سرقة السيارات